جمعت الصداقة والإخاء بين عالمين كبيرين من أفذاذ العلماء المتأخرين جمع بين الإمامة في علوم الشرع والبراعة في فنون الأدب وكان لهما في هذا وذاك جهود عظيمة وتأليف نفاخر بها القرون السالفة العلامة الشيخ محمد الخضر حسين والعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمهم الله تعالى هذه الصداقة امتدت ستين سنة منذ كان طالبين في جامع الزيتونة بتونس سنة 1317 إلى أن توفي الشيخ الخضر حسين رحمه الله سنة 1377 هذه الصداقة التي بلغت كما يقول الشيخ الخضر حسين في وصفها بلغت في صفائها ومتانتها الغاية التي ليس بعدها غاية بعض الأدباء سأل الشيخ الخضر حسين كيف كانت صلتكم بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تونس فأجابه أحببته ملء الفؤاد وإنما أحببت من ملأ الوداد فؤاده فضفرت منه بصاحب إن يدري ما أشكوه جافا ما شكوت رقاده ودريت منه كما درى مني فتن عرف الوفاء نجاده ووهاده حين رحض الخضر حسين من تونس إلى دمشق سنة 1331 بعث إليه صديقه الشيخ الطاهر بن عاشور وهو قاضي القضاة في تونس رسالة قال في أولها بعدت وفي نفسي لقاك تصيد فلم يغن عنها في الحنان قصيد وخلفت ما بين الجوانح غصة لها بين أحشاء الضلوع وقود أتذكر إذ ودعتنا صبح ليلة يموج بها أنس لنا وبرود وهل كان ذا رمزا لتوديع أنسنا وهل بعد هذا البين سوف يعود إذا ذكروا للود شخصا محافظا تجلى لنا مرآك وهو بعيد إذا قيل من للعلم والفكر والتقى ذكرتك إيقانا بأنك فريد فقل للليالي جددي من نظامنا فحسبك ما قد كان فهو شديد وكتب تحت الأبيات هذه كلمات جاشت بها النفس الآن عند إرادة الكتابة إليكم فأبثها على علاتها وهي وإن لم يكن لها رونق البلاغة والفصاحة فإن الود والإخاء والوجدان النفسي يترقرق في أعماقها ولقد صدق رحمه الله فماذا أجابه الشيخ القضر حسين أجابه بقوله أينعم لي بال وأنت بعيد وأسلو بطيف والمنام شريد إذا أججت ذكراك شوقي أخضلت لعمري بدمع المقلتين خدود بعدت وآماد الحياة كثيرة وللأمد الأسمى علي عهود بعدت بجثماني وروحي رهينة لديك وللود الصميم قيود عرفتك إذ زرت الوزير وقد حنى علي بإقبال وأنت شهيد فكان غروب الشمس فجر صداقة لها بين أحناء الضلوع خلود لقيت الودادة الحرة في قلب ماجد وأصدق من يصف الودادة مجيد إلى أن يقول أتذكر إذ كنا نباكر معهدا يعني جامع الزيتونة أتذكر إذ كنا نباكر معهدا حمياه علم والسقات أسود يعني الأساتذة أتذكر إذ كنا قرينين عندما يحين صدور أو يحين ورود فأين ليالينا وأسمارها التي تبل بها عند الضماء كبود ليال قضيناها بتونس ليتها تعود وجيش الغاصبين طريد وبين الاثنين مراسلات ومكاتبات وقصائد كثيرة جميلة